قام أسمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بزيارة إلى مركز خدمات المخيمين ومتابعة شؤون البر حيث دشن أسموه حملة التوعية بالسلامة في البر والتي تأتي ضمن اهتمام وحرص سموه في تأمين مقاومات السلامة والوعي للمخيمين ومرتدي البر ضمن جملة من المبادرات المتعددة والمتنوعة التي رعي في تنفيذها إيصال عناصر السلامة العامة لمختلف الفئات العمرية وبمواضيع تعالج أهم الظواهر والسلوكيات المرصودة والتي من شأنها الحفاظ على سلامة وأرواح وممتلكات المخيمين وأجدد سمو المحافظ تأكيده على الهدف الذي تعمل من أجله المحافظة وتسعى إلى تحقيقه من تخفيف للأعباء وتوفير لراحة المواطنين وضمان استقرارهم انطلاقا من إلغاء التأمين وصولا إلى الحملة التي ستمتد لتصل إلى كافة المخيمين ومرتدي البر تحقيقا للحفاظ على سلامتهم وأمنهم وأشار سموه إلى أن عملية التوعية بالسلامة في البر متواصلة وتتضمن العديد من المبادرات منها تشكيل فريق عمل من المحافظة للتواصل ومتابعة مختلف الحالات الطارئة في مختلف أرجاء المحافظة وكذلك تزويد المخيمين بالإرشادات والأمور التوعوية بشكل مستمر من قبل مركز خدمات المخيمين بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للمخيمين ومواقع الخدمات المتنوعة في البر لتأكيد دعائم السلامة العامة للمواطنين ومرتدي البر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كيف يحافظ على السلامة وسلامة غيرها وقمنا بتزويد مركز المخيمين بعدد من اللوحات الأرشادية وعدد من الصور وسيتم إن شاء الله إرسال هذه الصور واللوحات لجميع المخيمين ليتم تنبيهم وتحذيرهم عن احتمال حدوث أي مخاطر لو كان هناك همال أو تقصير من ناحيتهم وشكلنا أيضا فريق داخل محافظة الجنوبية بتعاون لو صار في أي شيء الله لا يقول أي حادثة وأي أمر بالإمكان هذا الفريق أن يتصل بالشخص كي يسأل عنه ويوفر له كل ما بالإمكان توفيره وقمنا بهذه الحملة بجهود مشتركة مع الجميع وخاصة مديرية محافظة الجنوبية والدفاع المدني والعلام الأمني والإدارة العامة للمرور وكلنا متواجدين من أجل سلامة الناس ولا شك أن هذه الحملة تحظى بدعم ومساندة كبيرة من معالي الفريق الركن الشيخ راشة بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية وكلنا حريصين بأن موسم البر 2017-2018 يكون موسم ناجح على جميع النواحي فمنذ بداية الموسم حرصنا أن يكون المواطن أمنة واستقرارة وسلامة من أول أولوياتنا فقد قمنا بإلغاء الرسوم كي يكون ذلك تخفيف عليه وأيضا اليوم نقوم بهذه الحملة وكل ذلك يعكس له الحمد حرصنا ومتابعتنا بأن أمن وسلامة المواطن بالنسبة لنا أول أولوياتنا فعلى ذلك نحن نشكر الجميع على حضورهم اليوم ونحن لا شك نأكد أن كلنا يد وحدة في المحافظة الجنوبية نخدم بلدنا ونخدم منطقتنا ونتمنى للجميع موسم آمن والجميع له الحق أن يكون في جو آمن وفي بيئة آمنة ومستقرة وكلنا موجودين عشان نأكد على ذلك